يجسد التاسع من حزيران محطة مضيئة في تاريخ الأردن الحديث إذ اعتلى جلالة الملك عبدالله الثاني في مثل هذه الأيام من عام 1999 عرش المملكة الأردنية الهاشمية لتستمر في عهد جلالته مسيرة بناء الدولة المدنية الحديثة وعلاء صروح الوطني وصون مقدراته ويتطلع الأردنيون في عيد الجلوس الملكي الرابع والعشرين إلى مواصلة مسيرة العمل والريادة والإنجاز والإصرار على البقاء نموذجا للدولة الحضارية التي تستمد قوتها من تعاضض أبناء شعبها وقيادتها الرشيدة ويبذل جلالة الملك جهودا كبيرة في حماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات ويؤكد الأردن بحكمة قيادته الهاشمية ووعي شعبه العظيم أنه يسير على درب واضح نحو المستقبل الأفضل رغم ما يحيط به من أزمات وما يواجهه من تحديات اشتركوا في القناة